استعرضتا مع حضراتكو واستعرضتا مع حضراتكو قايمة الاهلي باللعيبة اللي رايحة واللعيبة اللي جاية طبعا فيه اتنين لعيبة يعني الاهلي من حق ان هو يرجعهم مرة تانية شكري لباكليفت بتاعنادي سراميكا وباكا والاتنين لعيبة كويسين جدا وانا في رأيي ان ممكن يكون كلر بيفكر ان هما الاتنين يرجعوا لان شكري لعيب كويس جدا وممكن يبقى بديل كويس جدا لعلي معلول مع رحيل محمد اشرف للعارة لزد فشكري مهم ولعيب عنده خط خبرات دلوقتي في الدور الممتاز نفس الحال يعني تقريبا نفس القصة بتاتحمدي علاء في الزمالك خلاص استوى ان هو ممكن يبقى يخش في القايمة بتاعت الزمالك نفس الكلام شكري انا شايفه ان هو البديل الامسل لعلي معلول اللي النهاردة يعني بيحتفل بسبع سنوات مع النادي الاهلي من خلال البوست اللي عمله وباكام نفس الكلام باكام لعيب كويس جدا بيعرف يلعب سنترباك بيعرف يلعب باكرايت وعفاكرا بيعرف يلعب على الدايرة باكام من اللعيبة اللي انا شايف ان هي مهمة في قايمة فريق الاهلي ناس لعيب يعني طبعا حضراتكم عارفين وولتر بواليا فاكرين وولتر بواليا اللي كان في الجونا بواليا الاهلي اشتراع يعني بحوالي مليون وثمانمائة الف دولار على مفتكر يوميها والاهلي وملعبش في الاهلي نهائي لها بمطشاط يعني قليلة جدا وكان مقدمش المردود اللي كان مسؤولين الاهلي بيتمنوه اعتقد ان بواليا اكيد الاهلي لازم دلوقتي هيوصل معها لتسوية راح اعرب بقى تركيا لكن اكيد الاهلي هيوصل معها لتسوية عشان يفسخ عقده بالتراضي زي ما حصل مع ميكي سوني طبعا اللي راح عايز يعني استعرض مع حضراتكم قائمة الراحلين من النادي الاهلي علي لطفي طبعا راح زد شدي حسين لزد محمد اشرف زد عارة مصطفى فوزي زد احمد سيد عبد النبي زد حمدي موسى زد مصطفى سعد ميسي لزد زد يعني عملوا يعني تعقدات يعني كتير من لعبة الاهلي ايما اشرف طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني البنك الاهلي وايما من اللعبات كويسة جدا لكن كولر ما كانش مقتنع به محمد محمود يعني اخسارة محمد محمود يعني انا شايف ان اللعيب كان حظه وحش جدا في الاصابات وقصرت عليه محتاج يلعب مطشط كتيرة جدا وبقول لمحمد يعني ما تزعلش هي دي الكورة لازم لازم تروح مكان تاني وتثبت نفسك وتشتغل محمد محمود سعد سمير احنا اول ناس انفرضنا ان سعد سمير مش هيكون موجود في الاهل ان سعد يعني انتوا عارفين سعد كان راح سنتين فيوتشر على سبيل الاعرى وخلاص يعني سعد خلاص يعني هيبتدي يتحرك لمكان تاني سعد طبعا من اللعيبة المميزة جدا ولعيب كويس جدا سعد سمير وخبرة كبيرة وشخصية يعني محترمة اتمنى ان سعد يلاقي المكان اللي هو يقدر انه يكمل فيه لانه في رأي انه يقدر يكمل ويقدر يكمل بشكل بشكل كويس سعد سمير مشكلة سعد سمير في العقد اللي كان بياخده مع فيوتشر دلوقتي اعتقد انه هو لازم هتنازل عن جزء من الارقام اللي كان بياخدها في فيوتشر لان الرقم اللي كان بياخده في فيوتشر مش مش هيقدر نوه ياخده دلوقتي في مكان في مكان تاني مصطفى البدري رح سموحة حسام حسن سموحة فهد جمع وزياد طارق يعني خلاص بسبب موضوع الاعراض ده خلاص يعني هيروحوا اندية اندية تانية برونو سافيو من اللعيبة اللي ما اثبتوش نفسهم مع الاهلي وحصلوا مشاكل كتيرة في الاهلي وشخصيته يعني ما اشتغلتش مع الاهلي العيب جيب ضجة كبيرة جدا ولكن مقدرش يثبت نفسه مع الاهلي لويس ميكي سوني برضو العيب جيب مع موسيماني لو تفتكروا بيرجع سنبا التنزاني محمد نصير ميد حسام وليد مصطفى عبد الرحمن اشرف مانو واخيرا احمد سيد غريب ده موقف الراحلين عن النادي النادي الاهلي عايز يعني طبعا انا كلمتوك عن الاهلي وشكل القايمة بتاعت الفريق وخلاص الاهلي ناقص له بعض الرطوش الاخيرة ممكن مركز الرأس حربة بوجود ريدا سليم بيرسيتاو حسين الشحات الاهلي عنده نص ملعب محترم مروان عطية وديانج وعودة ممكن كريم ندفد تعافي السولية هو ده شكل قايمة الاهلي للموسم الجديد